صباح الخير ازايكم يا شباب? النهاردة جايب لكم امتحان محافظة جديد وهو اه امتحان محافظة اسكندرية. تعالوا نشوف مع بعض كده نشوف الديالوج بيقول ايه? عندي احمد اند نوها ار توك نباوت يعني احمد ونوها توك نباوت بيتكلموا عن لايف الحياة in the countryside. اللي هو الريف. تمام? احمد بيقول ايه لنها? بيقول لها بعض الناس think بيعتقدوا that life in the country. the country هي هي the countryside. تمام? طيب يعني الريف. يبقى بعض الناس بيعتقدوا ان الحياة in the country في الريف. is getting تصبح worse. worse يعني اسوأ. bad يعني سيء. worse يعني اسوأ. the worst يعني الاسوأ. تمام? دي هنا صيغة مكرنة. يبقى is getting تصبح worse. اسوأ. and worse يعني اسوأ واسوأ. what do you think? بيقول لها بقى ماذا انت تعتقد انت شايفة ايه? طيب نها قالت له حاجة. احمد قال لها but can you find all your needs there? can you find? هل تستطيع انت تجدي? all your needs? needs يعني احتياجات. all your needs there? كل احتياجاتك هناك? نها قالت له حاجة. احمد سألها سؤال. نها قالت له sure. طبعا. most people there? معظم الناس هناك. are friendly. يعني يكونوا ودودين. يعني طيبين كده وكويسين. خد بالك هنا وانت ماشي او انت بتقرأ الديالوج. آآ حاول تفهم بشكل عام كده ازا كان مثلا الشخص آآ مع الموضوع ولا ضده علشان تقدر آآ تجاوب على او تملى الاماكن الفارغة دي باجابة مناسبة. تمام? احنا هنا عندنا نها بتقول له اه طبعا معظم الناس يكونوا ودودين هناك كويسين وطيبين. يبقى هنا لو تلاحظ ان ان هي مع الريف مش ضده مع الحياة هناك وشايفان ان هي كويسة. طيب تعالوا نكمل. احمد سألها سؤال. نها قالت له the city is always noisy. city يعني المدينة بقى. عكس الريف. المدينة زي مثلا دي اسكندرية. زي القاهرة. دي المدن. تمام? نها قالت له the city يعني المدينة is always دائما تكون نويزي. نويزي يعني صاخبة مليانة دوشة. and there is ويوجد ماتش الكثير من بلوشن. بلوشن يعني التلوث. طيب هنا عرفنا من من الكلام كده بشكل عام ان نوها مع الحياة في الريف ولكن احمد مش شايف كده يعني لسه يشايف ان الحياة في المدينة احسن. وعايز يفهم بقى هي مش حبة المدينة ليه وبتفضل الريف عليها. طيب تعالوا نشوف احنا ممكن نقول ايه في اول جملة. هي او احمد قال ان بعض الناس شايفة ان الحياة في الريف تصبح اسوأ واسوأ وقال لها ماذا انت تعتقدي? طبعا احنا قلنا ان باين كده ان هي مع الحياة في الريف وشايفة كويسة. فممكن تقوله ايه? تقوله ايه. انا اعتقد. life in the country. ان الحياة في الريف. is better than. better than يعني افضل من. life in the city. من الحياة في المدينة. هم جاء احمد استغرب عليها. but can you find all your needs there? هل تستطيعي تجدي كل احتياجاتك هناك? طبعا هي مع الحياة في الريف. هتقول له ايه? هتقول له yes of course. يعني نعم بالطبع. احمد سألها سؤال. قيت له sure most people there are friendly. يعني ايوة اكيد معظم الناس هناك يكونوا اه ودودين. فهو بقى يقول لها ايه? عايز يقول لها اني انت شايف ان الناس هناك ودودين. فيقول لها ايه? do you think? هل انت تعتقدي? that? ان people there. يعني الناس there هناك. الناس هناك. are friendly. يعني يكونوا ودودين. اه بعد كده احمد سألها سؤال تاني. وهيقول له the city is always noisy. المدينة دايما صاخبة. and there is. ويوجد much pollution. الكثير من التلوث. فهو بقى ممكن يقول لها ايه? why don't you? لماذا? don't هنا? لماذا لا? لماذا لا انتي? why don't you like? لماذا انتي? لماذا لا انتي تحبي? life in the city. الحياة في المدينة. اما تجاية بعد كده جوابت له ودت له المساوق بتاعة المدينة. the city is always noisy. المدينة تكون دائما صاخبة. and there is much pollution. ويوجد الكثير من التلوث. طيب ندخل على الجزء بتاع what you would say in the in each of the following situations. يعني اكتب ايه اللي انت ممكن تقوله في كل موقف من المواقف التالية. اول موقف. you hear that? انت سمعت ان العلماء have found وجدوا a new effective medicine. new يعني جديد effective يعني فعال medicine دواء. لقوا دواء فعال. هتقول ايه? والله دي حالة جميلة. او اخبار جيدة. هتقول ايه? that's يعني تلك تكون great news. اخبار عظيمة. question number two. السؤال التاني بيقول your brother اخيك did very badly. يعني did هنا يعني ادى او عمل very badly بشكل سيء. انزي اجزام. او ادى بشكل سيء جدا. انزي اجزام في الامتحان. ممكن تقوله ايه? oh dear. يا عزيزي. دي بنستخدمها لما بنبقى متعاطفين مع حد يعني. حد عنده مشكلة فبنتعاطف معها بنقوله oh dear. وبعد كده ممكن تكمل تقوله that's bad news. تلك اخبار سيئة. طيب question number three بيقول you need to borrow your friend's phone. you need انت تحتاج to borrow انك تستلف your friend's phone. تليفون صاحبك. هتقوله ايه? لما تيجي تطلب من حد حاجة. تقوله may i هل ممكن انا? وشوف بقى انت الفعل اللي انت عايز تقوله هنا انت عايز تستلف. may i borrow هل ممكن انا استلف your phone. التليفون بتاعك. اوكي. طيب ندخل بعد كده على reading comprehension. الجزء بتاع القراءة. بيقول read the following. اقراض تالي. then بعد ذلك answer the questions. جاوب على الاسئلة. طيب بيقول ايه هنا? انتارتكا اللي هي الكرة القطبية الجنوبية انتارتكا is the coldest place on earth. is تكون the coldest يعني ابرد place. ابرد مكان. on earth على الارض. it is almost يعني هي تكون تقريبا completely بالكامل covered with covered with يعني مغطابي. snow. التلج and ice. والتلج برضو. snow اللي هو الطبقة اللي هي التلج الخفيفة دي. والايس اللي هو التلج الناشف ده. يعني عارفين مسلا كده لما يبقى في اه في اوروبا. اه الدنيا بتشتي بتنزل snow. البتاع اللي ابيض اللي انت بتشوفه ده بينزل اسمه snow. بعد كده in some places في بعض الاماكن. the ice. التلج is almost. يكون تقريبا five kilometers. يعني خمسة كيلو thick. اه سماكة. يعني السمك بتاعه خمسة كيلو متر. يعني من فوق لغاية تحت كنزل خمسة كيلو هتكون لده تلج. there are no trees. لا يوجد اشجار. or bushes. bushes اللي هي الشجيرات. اللي هي الشجيرات اللي بتبقى قريبا من الارض دي. very small plants. يعني نباتات صغيرة جدا. are the only things. هي الاشياء الوحيدة that grow there. والتي تنمو هناك. this beautiful white land. هذه اللاند يعني الارض. white يعني بيضة. beautiful جميلة. يبقى هذه الارض البيضة الجميلة. is nearly تكون تقريبا as big as كبيرة مثل. europe and usa. يعني كبيرة مثل اوروبا. والولايات المتحدة together مع بعض. يعني حجمها بيكون قد اوروبا وامريكا مع بعض. in winter في الشتاء. it seems هي تبدو to double in size. double يا ولاد. double يعني الضعف. ده هنا لو هي noun. لو هي آآ يعني فعل يعني تتضاعف. يبقى it seems to double. يبدو انها تتضاعف in size في الحجم. ده الكلام ده فين? في الشتاء. طب ليه بقى بتتضاعف في الحجم? because ice عشان التلج forms بيتشكل in the sea around it. في البحر اللي حواليها. يبقى هي اصلا بتبقى تلج. في الشتاء بقى بتتضاعف مساحتها. لان هي. لان البحر اللي حواليها كمان بيتجمد. فمساحتها بتبقى ان هي اكبر. when the sea is frozen. لما البحر بيتجمد. frozen يعني متجمد. it is very difficult. يكون من الصعب four ships للسفن to reach Antarctica. reach يعني يصل Antarctica اللي هي القرى القطبية الجنوبية. so ولذلك the scientists العلماء who work there اللي بيعملوا هناك. no بعرفين. they ان هم هم العلماء يعني. cannot لا يستطيعوا. leave. يغادروا until summer comes. لغاية لما الصيف يجي. leave. مش هي مش هيمشوا. معرفوش يمشوا في الشتاء. انا قلنا بقى. عشان البحر اللي بيبقى متجمد هناك. فالسفن مش هتوصل لهم. in summer في الصيف. the days يعني. days هنا يقصد بها النهار. day النهار. night الليل. يعني day يعني اليوم او النهار. the days اللي هو النهار. are very long. بيكونوا طوال اوي. and the nights والليالي are very short. بيكونوا قصيرين. اه بعد كده. اه بعد كده. اه بعد كده. it is dark. هي تكون مظلمة. most the time. معظم الوقت. at the south pole. في القطب الجنوبي بقى. اخر حتى في القرى الارضية تحت. في القطب بقى. there is only one day. يوجد. نهار واحد. and one night. وليل واحد. in the whole year. طول السنة. طيب. تعال نشوف الاسئلة اللي عندنا. answer the following questions. يجاوب على الاسئلة التالية بيقولي. what kind of plants? what kind? يعني ما نوع. of plants. النباتات. ما نوع النباتات. grow. اللي بتنمو. in Antarctica. في القرى القطبية الجنوبية. احنا قلنا ان ما فيش هناك. there are no trees and pushes. يعني ما فيش اشجار ولا شجارات. اما الفيه ايه? قالك. very small plants. يعني اشجار او نباتات صغيرة جدا. دي موجودة في السطر التالت بيقول. في بداية الجملة. في السطر التالت بيقول. very small plants are the only things. تكون الاشياء الوحيدة. that grow there. اللي بتنمو هناك. يبقى very small plants. نباتات صغيرة جدا. السؤال التالي بيقول. what does the underlined pronoun? يعني ماذا? underlined يعني اللي تحته خط. pronoun يعني ضمير. يبقى الضمير اللي تحته خط اللي هو they refer to. refer to يعني يشير الى. يبقى بيقول لك الضمير اللي تحته خط اللي هو they ده بيشير الى ايه? في اخر جزئية او في اخر سطر في الجزء الاول من القطعة. هتلاقي they موجودة. بيقول لك so ولذلك the scientists العلماء. who work there? اللي بيشتغلوا هناك. no? عارفين? they ان هم cannot leave. لا يستطيعوا ان يغادروا. هم مين بقى اللي مقدرش يغادروا? برافو. the scientists العلماء. who الذين work in Antarctica? اللي شغالين في القرى القطبية الجنوبية. طيب. question number three بيقول. why can't لماذا لا يستطيعوا scientists العلماء leave? يغادروا انتاركتكا? انتاركتكا اللي يقرأ قطبية الجنوبية in winter في الايه? في الشتاء. ليه العلماء ما اه لا 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 يستطيعوا ان هما يغادروا انتاركتكا in winter في الشتاء. ليه? احنا قلنا علشان البحار بتبقى متجمدة. والمراكب مش لتوصل لهم. بصوا في في التاني جزئية او تاني في القطعة بيقول when the sea is frozen عندما تكون اه عندما يكون البحر مجمد او متجمد. it is very difficult. يكون من الصعب for ships للسفن to reach انتاركا. يبقى هقوله because the sea is frozen لان البحر يكون متجمد. and it is difficult. ويكون من الصعب for ships للسفن to reach انتاركتكا. انها هتصل لقرة القطبية الجنوبية. طيب تعاني شوف الاختيارات بيقول choose the correct answer. اختار الاجابة الصحيحة from a b c or d. طيب question number four number four بيقول انتاركتكا is there a place on earth? يعني بكرة القطبية الجنوبية تكون a place يعني مكان on earth على الارض. تكون ايه المكان? خدوا بالكم هنا مكتوب coldest الابراد warmest الادفاء hottest الاسخن highest الاعلى. طبعا احنا من كلام اللي فادة كله خلاص احنا عرفنا ان هي ابرد مكان على الكرة الارضية. طيب يعني ايه بقى الابرد? الله ينور coldest. يبقى انتاركتكا is the coldest place on on earth. على الارض. question number five بيقول in winter في الشتاء the size يعني حجم of انتاركتكا. حجم الكرة القطبية الجنوبية. بيحصل له ايه? بصوا. عندي decreases يعني يقل. increases يزيد. reduces يقل برضو. lessons برضو بيقل. طيب. اه خلاص هي هي المختلفة هي increases. صح كده? طيب. بس عايزين برضو متأكدين. لو تفتكر ان هو قالك ايه? قالك في اخر جملة في البروغراف الاولاني في القطعة. بيقولك بيقولك it seems in winter. اه in winter في الشتاء. it seems هي تبدو to double. ان هي بتتضاعف. in size في الحجم. because ice forms in the sea around it. قلنا عشان التلج بيتكون في البحر اللي حواليها. يعني المية اللي حواليها كلها بتتجمد. فبيبني شكلها اكبر. يبقى ايه اللي بيحصل لغاية هنا. ويبقى كده ان هنا الجزء الاول. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هندخل على تكملة الامتحان. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.